ازايكم? في خبر معروف انه خطوبة ولي عهد الاردن اه مع اه الاميرة اه رجوة اه السيف. طيب الكلام ده حصل يوم 17 اغسطس 2022. اليوم ده مهم. هو تقريبا ده يوم الخطوبة. بس مش يوم توقيع عقد الزوائق. انا مش عارف هو خطبة ازا ما احنا بقول اه ملكة وكاتب كتاب وازا ما احنا بنقول في مصر ولا ايه? لان التاريخ ده هيبقى تاريخ مهم اه فلكيا طيب. ويهمن تاريخ ميلاد اه الاميرة 28 ابريل 94. الكلام ده حسب مجلة هي. انا معرفش بصراحة هو الكلام ده صحة ولا لا. بس انا نشوف كل حاجة دلوقت. اصبح انه اه ولي العهد برجه هو برج اله هو اصلا برج السرطان. وهي برجها برج الطور. فيعني برج السرطان اتجوز برج الطور. وكده كده اه السرطان معروف ان هو برج مائي. والطور معروف ان هو برج طرابي. والطرابيين والمائيين بشكل عام فيه بينهم اه فيه بينهم توافق يعني. المهم. خلنا نشوف واحدة واحدة. لو كتبت هنا اه الامير الحسين بن عبدالله ولي عهد الاردن هيطلع ان تاريخ ميلاده فعلا 28 يونيو 94. ده السرطاء. ده بدايات برج السرطاء. انا فعلا تاريخ الميلاد صاح. يعني المكتوب في الويكيبيديا. هل هو صاح? هل فعلا 28 يونيو? ما نعرفش. وهل فعلا تاريخ ميلاد الاميرة صاح? برضو محدش يعرف. فاحنا هناخد الظاهر. فسواني كده واحدة واحدة. 28 يونيو 94. لازم تتأكد من البيانات صح. سواني. هنا نكتب 28 يونيو 94. وساعة الولادة طبعا مجهولة بصراحة انا ما عرفش ايش طالعوا. هو مولود الصبح مولود الظهر. انا مش عارف هو مولود امتى. وممكن مولود في العاصمة عمان. اه مش هيفرق معنا مدينة الولادة. لان اصلا ساعة الولادة مجهولة. لكن يكفي ان احنا ناخد تاريخ الميلاد مؤقتا بس. يبقى ده الشخص الاول. الطرف رقم واحد. تعال نشوف الطرف رقم اتنين. اه الطرف رقم اتنين الاميرة رجوة بنت مساعد اللي هي الزوجة. تمانية وعشرين اربعة اربعة وتنسية. مفيش مشاكل. اه هندوس عادي هنا سلكت ونجي على آآ علامة الخرايط ونختار سينستري او ساينستري اللي هي الخريطة التوافقية. مفيش مشاكل. اه هيظهر هنا كواكب الطرف الاول. الزوج. دي كواكب الزوج. الطرف الاول. تحت بعض المكتوبين. ودي كده كواكب الزوجة. ممكن نعلم عليها باللون اللازرة. اهو. دي كواكب الزوجة. المفروض انك تاخد الكواكب دي. تركبها مع الكواكب دي. وتشوف الخريطة التوافقية في ما بينهم. هل فعلا هتطلع مصبوطة ولا لا? يفضل ان احنا نبقى عارفين ساعة ولادتهم. يفضل. شوف يا سيدي. اول شيء. الغي بقى موضوع الطوالح. لان احنا ما نعرفش ساعة ولادة. تاني شيء جدول الاتصالات احنا ما نعرفش القمر حركته صحة ولا لا. لكن غالبا القمر هنا في نص البرج. في القوس عند الاميرة تمانية وعشرين اربعة. برج الطور عندها القمر في نص البرج. فغالبا القمر صح. وغالبا هنا برضو القمر في الحوت في نص البرج. شوف اول شيء اختلفوا فيه ان القمر تربيع القمر. كمر القوس تربيع كمر الحوت. ده بيؤدي الى ان كل واحد فيهم بيبقى مشاعر يتجاه نفس الموضوع مختلف شوية. ممكن كمر الحوت في بيت المشتري. كمر القوس في بيت المشتري. صح ان الاقمار في بيوت المشتري بتخلق اه اشخاص كرماء او لديهم رغبة في العطاء والمساعدة. فيمكن نشوف لهم نشاطات خيرية خاصة مع الازمات الاقتصادية الكبيرة دي. وده برضو شيء كويس. كرماء الخير او كرماء العطاء بتخلي ربنا يبرك في عمر الانسان ويتخطى مشاكل كتيرة خاصة ان هما هيكونوا شخصيات سياسية. الشخصيات السياسية بتبقى معرضة لمشاكل كتير. لاغتيالات لتشويه سمعة. معرضين لحروب اقتصادية. معرضين لحاجات كتيرة جدا. فممكن القمر عند الاميرة في القوس وهنا في الحوت ده بينهم خط احمر اللي هو خط التربيع. وده شيء مش حلو انه يبقى فيه خطة احمر لكن ممكن تفادية. هما الاتنين مولدون في نفس الفترة في نفس السنة. اربعة وتسعين وهو برضو اربعة وتسعين. ده المفروض. احنا ما نعرفش هو ساعة الولادة صحة ولا فين? وما نعرفش فعلا تاريخ الميلاد صحة ولا ايش. احنا ما نعرفش. احنا بنحلل على الموجود. عشان ما فيش واحد يجي يقول لي انت تحليلها غلط. ما هو انا ما عنديش بيانات اكتر من كده. اه وجودهم في نفس السنة معناها زحل في نفس السنة معناها انه اه نفس الاسس ونفس الجزور الحياتية اللي عاشوها واحدة. يعني غالبا ده مر بنفس المراحل العمرية اه ده مر فترة الدراسة مثلا كانت كده ده مر بنفس فترة الدراسة. غالبا فيه تشابهات ما بين التعليم الحياتية. ده ده طبعا العيلة بتاع الاميرة. عيلة اه صح ان هي عيلة كويسة مرتاحة امورها المادية مصبوطة. فالاتنين عاشوا تحت نفس التربية. تربيتهم قريبة من بعض. الجزور العائلية اه اتربوا على نفس الاسس ونفس القياء. فزحل اكتران زحل زحل الحوت. اكتران زحل الحوت بيخليهم من نفس الجيل. ففيه حاجات تشاهدوها. كانوا بيسمعوا نفس الاغاني. كانوا بيشوفوا نفس الحوادث. اا فيه حاجات غابت عنهم هما اللي اتنين في نفس الفترة. في حاجات حضروها وشاهدوها. فده بخصوص ان ده عنده زحل الحوت وده عندها زحل الحوت. اهو. لو نلاحظ هنا زحل الحوت. وزحل الحوت. زحل فالدرجه اثناشر وزحل فالدرجه تسعة. وحتى المشتري. كوكب التوسع هما الاتنين عندهم من مشتري برضو في برج العقرة. فده كويس. ان الاتنين توسعهم هيكون في نفس الاتجاه هي فتح مشاريع معين هو هيدعمها في دعم مالي دعم معرفي دعم نفسي دعم معنو في دعم نوع من أنواع الدعم طالما أن زحر نفسه زحر بالمشتري نفسه المشتري فغالبا بيبقى فيه دعم لأن زي ما هونا الاتنين من نفس الجيل وممكن الاتنين عندهم طموحات مشتركة عندهم أهداف مشتركة عندهم رؤية مشتركة في حاجات تجمعها بشكل عام السرطان هو برج مائي ما بيعملش مشاكل كتير في الحياة وبشكل عام الطور برج بيحب الاستقرار في الحياة وما بيحبش الانتقال من رجل إلى رجل أو من علاقة إلى علاقة فممكن فيه احتمالية كبيرة أن علاقة السرطان وعلاقة الطور تكمل مع بعضها حتى وإن كان القمر تربيع القمر في حاجات تانية تجمعها ممكن مثلا نشوف جدول الاتصالات هنا كده نشوف ايه الحاجات اللي ممكن تجمعهم وايه الحاجات اللي ممكن تفرقهم ايه التوافقات وايه الاختلافات شوف الاختلافات إن القمر تربيع القمر وده واضح هو وفيه اختلاف كمان إن الزهرة تربيع القمر ظهرة الأميرة تربيع قمر الأمير مش مهم قوي هنا الزهرة في برج الجوزاء تربيع القمر في برج الحوت فبالتالي طريقتها هي في فهم الحب والعاطفة ظهرة الجوزاء بتحب الكلام او بتحب ان الشخص يبلغها الاخبار اول باول بتستمتع بالحديث والنقاش القمر في الحوت فيه جانب انطوائي او جانب مغلق شوي سري فده اكيد بيقلق واحد بيحب الكلام واحد بيحب السرية فده ممكن يكون نوع من انواع اللخبطة في العلاقة انه هي عازة تسمع كلام باستمرار عازة تسمع الاخبار اول باول والطرف الاول ما بيدهش الكلام ده اللي هو السرطاني المريخ تربيع الشمس مين اللي عنده بقى المريخ ومين اللي عنده تربيع الشمس تب شوف برضو نرجع تاني نلاقي ان الاميرة عندها مريخ السرطان تربيع شمس مريخ الحمل تربيع شمس السرطان اللي اتصال ده هو اتصال سلبي المريخ تربيع الشمس معناه احيانا الغضب والعصبية يعني هي هتغضب عليه او تعصب عليه احيانا او تدايق من بعض تصرفاته بسبب ان مريخ الحمل مندفع وبسبب ان شمس السرطان اهدى مريخ الحمل عايز يتحرك فردي وشمس السرطان بتحب التحرك الجماعي مع الأهل والعائلة فهي أكيد لو في نصائح هنوجهها لها إن هي تحاول تفهم ظروف العائلة دي إن دي عائلة حاكمة لها بروتوكالاتها لها طباعها الخاصة مش كل حاجة متاحة ومش كل حاجة مواحة بسبب الظروف العائلية والسياسية فمريخ الحمل ممكن يكون منطلق أكتر ونفسه يعمل حاجات أكتر الحاجات الأكتر اللي انت هتعملها تتحرك أكتر تغلط أكتر يبقى فيه مأخذ عليك أكتر هي دي مشكلة مريخ الحمل مع شمس السرطان ده لو فيه مشكلة يعني فيه اتصال سلبي تاني وهو إن الظهرة تربيع الشمس إن الظهرة تربيع الشمس ظهرة الرجل تربيع شمس المرأة فين الظهرة؟ الظهرة هنا في برج الأسد وهنا الشمس في برج الطور وبينهم خط أحمر بينهم تربيع ده بيؤدي باختصار إلى إنه فيه شيء هو معجب بيها بس بصراحة الشيء ده ممكن ما يستمرش يعني فيه صفة معينة هي قالتها عن نفسها وقالت أنا بلبيلك هذه الرهبة بس مش دايما هتبقى موجودة يعني الظهرة تربيع الشمس نوع من أنواع شغل زي أقولي الخداع في الحب هو نوع من أنواع الخلاف في طريقة التمتع بالحياة أو الخلاف في طريقة اللبس المعينة التفضيلات في الأطور المعينة التفضيلات في طريقة المتعة بالحياة الظهرة ده كوكب المتعة والشمس هي نجم الشخصية فإذا كان كوكب المتعة بيختلف مع نجم الشخصية فأكيد الشخصية دي هتعمل بعض الأشياء ما تريحوه ولو هو كان معجب بيها فهي ممكن معجب بيها عشان مختلف عنه يعني مثلا أنا قبلت شخص جديد الشخص الجديد ده لها طريقة أكل مختلفة ليه تفضلات في اللبس مختلفة ليه تفضلات في الشخصية مختلفة أنا أعجبت بيه وحبيته الحب ده بقى يا معلم مش هتقدر تستسيغ الفترة طويلة لازم يجي على هواك لازم يسألك أنت بتحب يعني الظهرة تربيع الشمس الحب المختلف أنت بتحب شخص مختلف عنك الاختلاف قد يكون هو سبب الحب صح ولكن الحب ده بقى مش هستمر لأن ما فيش حاجة اسمها حب بيستمر على اختلاف فأكيد الظهرة تربيع الشمس برضو اتصال سلبي دعنا نركز في الاتصالات السلبية وبعدين نخش في الإيجابية فيه المشتري تربيع الظهرة مشتري البنت تربيع زهرة الرجل ماشي فين المشتري هو كريك لأسلا تربيع عنده وعنده لأن الاتنين نفس المشتري فالمشتري هنا في العقرب تربيع زهرة الأسد حلو باختصار المشتري لما يكون تربيع الظهرة هو بيطلب من الظهرة عطاء أكبار فهي هتطلب منه مثلا برضو نفس النظام هدايا أغلى حاجات أغلى يلا بقى بكرة عايزين نجيب الياخت انت فهم يعني تخيل عيشة الأمراء والملوك هتكون ازاي لما تكون الظهرة تربيع المشتري يمكن امرأة الطور أو شخصية الطور شخصية تملكية فكل يوم عايزة عطور كل يوم عايزة مجوهرات ما بتشبعش مجوهرات والحاجات دي ما بتشبعش من العيشة المرفهة المطرفة ممكن مشتري العقرب يريد مزيد من التملك يعني احنا مش عايزين نقول برج الطور دخل على طمع بس هو ايه يعني مقبل على التمتع بالحياة المشتري في العقرب بيطلب من زهرة الأسد مزيد من التمتع بالحياة ده برضو اتصال سلبي وانا يعني مش خايف انا بكلم على الاتصالات السلبية بالعكس الحياة فيها حاجات سلبية ولازم نتقبلها ونفهمها فيه كمان زحل تربيع القمأ زحل الولد تربيع قمر البنت فين زحل مين ماشي ادي زحل الحوت تربيع قمر القمز ده المتصال السلبية زحل هو القانون وهو القوانين بتاع الحياة والقمر هو المشاعر والرغبة في التعبير عن المشاعر نفس النظام انه هي قمر هناري وزحل مائي فلازم تفهم ان مش كل الكلام اللي هيتعرف سيققل فيه اشياء كتيرة جدا هتحتاج هي تنضبط فيها قمر هناري ومرخ هناري فالعيشة برضو عيشة الامراء والعيشة الملكية وان هي عائلة سياسية واسرة سياسية فلازم تفهم ان فيها حاجات كتيرة هي هتحب تعبر عنها وتحب تعيشها بس مش هتعرف بسبب الظروف يعني معروف ان العائلات السياسية كلها بلايها اسرارة اسرارها من اسرار الدولة فممكن قمر القوس بيحب يعيش زي الطفل وقمر القوس يحب يعيش حياة كده فاني المشكلة بقى ان الفاني ده انت ما ينفعش تمزح مع كل الناس وما ينفعش تلعب مع كل الناس يعني المنصب السياسي بيمنعك من الحرية قمر القوس عايز حرية وعايز يطلع يلعب وينبسط ويلعب المراجيح وكأنه ما عندوش اي هموم ولا مسئوليات ولكن للأسف ان زحل تربيع القمر هيحد من هذا الشيء زي ما كان برضو شمس السرطان بتحد من مريخ الحمل قادي شمس السرطان اهي فين شمس السرطان اهي وقادي مريخ الحمل اهو وفي بينهم خط احمر برضو ممكن نيجي كده كده قادي المريخ في الحمل وقادي الشمس في السرطان وفي بينهم خط احمر المهم فده بتصار رقم مش عارف كم المشتري ضد الشمس المشتري ضد عطارق طيب مشتري الرجل هنا في العقرب مشتري العقرب اهو جاي ضد الكواكب اللي في الطور اللي هي دي في بينهم خطوط مقابلة كده خطوط حمر هذا الخط الاحمر اهو وفيه خط احمر تاني شوف المشتري لما يكون ضد الشمس وضد عطارق يبقى معناه الشخص ده بيدي اهمية كبيرة لافكار الطرف الاخر وقد يخدع في بعض اهمية الافكار ممكن فيه افكار حلوة بس مش مهمة بنفس القدر فالمشتري ضد الشمس وضد عطارق لازم تفهم ان فيه حاجات مش زي ما تبدو احلام محتاجة ان الواحد يخليها على ارض الواقع شوي فباختصار المشتري ده بيدي مبالغة ومزايدة وتضخيم وتهويل في اهمية بعض الاشياء اللي في شخصية الطور فممكن شخصية الطور تكون مخضوعة في اشياء وتخدع شريك حياتها معها وممكن تبقى هي تتسرب اليها بعض الافكار اللي تحتاج تراجعها او تحتاج مزيد من التحقيق فيها قبل ما تديها انفاق مالي يعني مثلا فيه مشروع المشروع ده لو لم يكن له جدوى فممكن نكنسله او نلغيه او نأجله ونشوف اولى منه او كيف نزود اولوية الاشياء لان المشتري ضد الشمس وضد عطارق هو اللي بيخلي الواحد يدي اهمية الاشياء المفروض ان هي يعني غير زاتي جدوى مش مهمة بالدرجة الكافية ده الاتصالات الحمرة اللي موجودة في الخريطة بشكل عم هل الالاقة دي ممكن تستمر ممكن تستمر عادي هل الالاقة دي كرمية لا هل الالاقة دي سامة برضو لا الالاقة دي ممكن تنجح ممكن تنجح لو عندي ساعة الولادة كنت ممكن لو عندي ساعة الولادة وكمان تاريخ الميلاد يكون قصح ممكن نطلع معلومات أكتف لكن ولا عندي ساعة ولادة ولا عندي يعني تأكيدات ان تاريخ الميلاد ده صح ولا لا الشخصيات السياسية دايما مش بتكتب تواريخ ميلادها الصحيحة معروفة دي عشان أسرار وما أسرار أسرار حربية مع سكرية وبتنجانية طيب بس ده المختصر بتاع الاتصالات السلبية في بقى حاجات كتري إيجابية في الخريط الإيجابيات هنقولها وزي ما قلنا السلبيات ثواني شوف الإيجابيات اللي في العلاقة دي أهم حاجة إن زوحل مش عامل اتصالات سلبية كتير هو صح زوحل عامل تربية مع القمر بس عادي كده كده ممكن هي تستحمل عشان دي علاقة خاصة دي ظروف خاصة يعني دول ناس ومراء وملوك يعني مستقبلا هو الملك بعد عمر طويل ومستقبلا هي الملكة ده المفروض فالملك والملكة المفروض أن هم هي هيكونوا محتوطين تحت ضغوط الحياة يعني هم مش عايشين بس جده ملك وملكة أكيد عندهم واجبات كتير من مسؤولات في الحياة فزوحل لما يكون تربية مع القمر هو بقى اللي بقي الضيقة دي بقى هي ده الضيقة الضيقة بتاعت المسؤولية وأن انت مش حر لا انت عندك مسؤولات كتيرة والمفروض أن المسؤوليات دي مسألة حياة وموت زي ما بيقولوا طيب الإيجابيات اللي في العلاقة كالآتي احنا قلنا زحل اكتران زحل يعتبر شيء إيجابي لأن اللي تن من نفس الجيل ويوفر على بعض مشاكل كتيرة أن المشتر اكتران المشتري بيتوسعوا في نفس الاتجاه دول عندهم نفس الأسس أو القواعد الحياتية لأنه من نفس الجيل يعني من نفس السنة حتى وقريبين من بعض يعني ده شهر يونيو يونيو ده اللي هو يونيو شهر ستة وده شهر أبريل نهاية أبريل يعني الفرق بينهم كم يوم الفرق بينهم أياما معدودة من 28 ل28 الفرق بينهم شهرين ده المفروق انا معرفش احنا قلنا ما نعرفش التاريخ صح ولا التاريخ غلق علاء الطلاق معرف المهم الاتصالات الإيجابية نخش في جدول الاتصالات ونشوف شوف المشتري عمل تفليث مع الشمس ومع القمر حلو وهنا اعتارد عمل اتصالات إيجابية برضو حلو والمريخة عمل تربع التثليث مع الظهر ده حلو وده زحل تثليث المشتري والمشتري تثليث زحل كويس 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 هنشرح الكلام ده ده بقيت واتصالات الشمس جميع كويس نجل حد زحل كده ونجل حد زحل كده ماشي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشرة اتنشرة تلاتاشر اتصال اخضار ماشي وفيه اللحمر كم ستة سبعة تمانية ما نعدش الالكتراء يبقى تمانية سلبي وتقريبا مش عارف حداشر ايجابي ولا اتناشر ايجابي يبقى الايجابي في العلاقة اكتر من السلبي يبقى المفروض العلاقة ده تستمر المفروض وتمشي كويس وكده كده برج الطور بتعرف تحافظ على بيتها معروفة ده وبرج الطور خلاص مكان رزقك والزق ده قاعد عنده برج الطور يعني ما بي خلاص مكان اجتماعية يعني مستقبلا الملكة فمن فين واحدة تتخيل ان هي مستقبلا هتكون الملكة اكيد ظروف الحياة الملكية ظروف صعبة زي ما اتفقنا لان دي حياة سياسية والاحوال الاقتصادية في البلد والسياسات في البلد بشكل عام بتأثر في نفسيتها وتأثر في نفسيتها لكن ده ما يمنعش انه اه انا حكمت فعدلت فانمت فانمت يا عمر يعني ممكن لو الواحد يشتغل صح يمشي صح نرجع للكلق عطارد عند البنت او عند الملكة او الاميرة عامل اتصالات ايجابية حلو الاتصالات الايجابية بتاع عطارد معناها تفاهمات 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 تفهم شخصيته تفهم نفسيته تفهم حتى عقله تفهمه عطارد تسديس عطارد معناها العقل بيفهم العقل افكارك تلقى رواجا عمد الطرف التاني عطارد لما يكون تسديس عطارد عطارد الطور وعطارد السرطان ماشيين مع بعض كويه يعني ده بيفكر بهدوء ده بيفكر بهدوء ده بيفكر بشكل مثلا فيه سلام او حلول سلمية ده برضو نفس النظام فيه زحل هنا بقى زحل تثليث المشتري والمشتري تثليث زحل يعني فيه علاقة تبادلية ما بين زحل والمشتري يعني زحل الرجل تثليث مشتري المرأة ماشي وزحل المرأة تثليث مشتري الرجل يبقى ده مع ده وده مع ده علاقة تبادلية لو رجعت لو فحد هنا بيفهم خش في جدول الاتصالات هتلاحظ انه قدي زحل وقدي المشتري وتعالى بالقلم اللي سود قدي زحل وقدي المشتري فيه هنا مسلس اخدر وفيه هنا مسلس اخدر حلو. طيب. ده ده اللي بيخلي بقى العلاقة تستمر الى ما لا نهاية بقى. يعني لو الاتصال ده صح وفعلا تباريخ بناطهم صح. العلاقة كده تستمر الى ما لا نهاية. لان زوحل معناه الالتزام والمشتري معناه التوسع. ازا كان كوكب الالتزام مزبوط مع كوكب التوسع فخلاص. مهما حصل بيفضلوا متفاهمين. عارفيني ان هنشتغل على الشغلان دي هنخلصها ونروح للمرحلة لابعديه. نشتغل على الشغلان ده نخلصها ونروح للمرحلة لبع مهم يعني كويس كويس الاتصال ده كويس. بعد اعتارد اعتارد كويسة. التفكير كويس. الالتزام كويس. برضو الشمس. الشمس تسديس معظم الكواجل. الشخصية مقبولة نوعا ما. يعني مش نوعا ما هو بزيادة. انه التسديسات اللي ما بين السرطان وما بين الطور قادة السرطان وقادة الطور بينهم تسديسات. التسديس معناه ان العلاقة قابلة للتطور ولكن تحتاج الى فهم. فهم يعني الطرفين يفهموا بعض. اه. لو في شيء سلبي يعني احنا ما قلناهوش او هو مش مذكور انه مثلا المريخ اللي في الطور مش حلو للكواكب اللي في الطور. فمريخ الرجل هيمشي كلامه كتير على شمس المرأة. وهو ده الطبيعي. ان الرجل هو اللي بيحكم هو اللي بيشكم هو اللي بيمشي الدنيا. ده ما يمنعش ان شخصية السرطان بشكل عام ليست شخصية لا قيادية ولا ريادية ولا اي شيء. يمكن شخصيته الطور اكتر في القيادة. هو مش في القيادة هو في الادارة. هو شوف ولا الطور اصلا قائد ولا كان قائد ولا ينفع يبقى قائد ولا يصلح للقيادة ولا السرطان كان قائد ولا عمره كان قائد ولا ينفع على القيادة. بس احلى شيء هو انه هم بيحلوا كل شيء بشكل سلمي. وده افضل شيء. او بيحاول يحلحل الامور بدون ما يدخل في تحديات ومصعب كتير. يعني انت فهم بيمشي الامور بنعومة يعني. القوة النعمة. الطاقة النعمة. وده كويس. لكن برج السرطان بشكل عام هو برج طيب. ده واحد عايز يعمل بيت ويجيب في الاسرة ويتجوز ويرب ولاده ويأكل عيش. شكر. برج الطور هدفه في الحياة يجيب فلوس كتيرة ويتمتع بيها. شكر. بس. هو ده قصة حياة برج الطور وقصة حياة برج السرطان. بس. هتقول بقى هتلر وصدام وملكة بريطانيا ومين ميكافيل لبرج الطور ومش عارف مين برج الطور ومين 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 ومين. دول كان عندهم كواكب في خارطتهم بتدعم اه الديكتاتورية وتدعم حاجات تانية. لكن هنا هنا شوية الموضوع بسيطة. مش ما فيهش اكشن يعني. مفيش اكشن كتير في الخريطة. طيب. لو في اكشن هيبقى بسبب. لو في اكشن هيبقى بسبب اه المريخ اللي في برج الطور لانه للأسف الشديد للأسف الشديد المريخ هنا مقترن مع نجم الغول. وخليني انا من اول الناس اللي الكلام في هذا الموضوع ماشي. سوان يا معلق. ادي المريخ مقترن مع نجم الغول. اه في برج الطقر. وبصراحة النجم ده مش مش حلو. صح النجم ده مش حلو. بس هنعمل ايه? يعني بالنسبة لخريطة برج السرطان اللي هو ولي العهد الحسين بن عبد الله عنده المريخ اكترن نجم الغول. والمريخ في الوبال في برج الطقر. والله يعني مفيش تعليق على الموضوع ده لانه ما قدرش علق عليه. لكن هو اتصال بيحتاج ان الواحد يعني يأمن على حياته اكتر. ويهتم بالتدابير الامنية اكتر واكتر. لازم يهتم بالتدابير الامنية. لان الانتصال ده ابدا مش يتصال حلو. ايه ايه اللي ممكن يحصل انا ما قدرش اقول. لان ما بحبش افول على الناس. لكن لو حصل شيء فخلوني الفيديو ده موجود على اليوتيوب. هنزل الفيديو ده على اليوتيوب اكيد. وهيبقى موجود فيه ان انا قلت ان هو عمده المريخ في الطور في الدرجة ستة وعشرين. الدرجة اللي بيبقى موجود فيها نجم الغول او حام لرأس الغول. واكيد لو حد قرأ حاجة بسيطة عن النجم ده هيفهم كل حاجة. بس هي ده الاتصالات الايجابية اللي في الخريطة. غالبا مفيش حارية اكتر من كده. هو بس يحرس على صحته. ماشي? ويحرس على اخي واحد. يحرس على الحاجات الامنية وما الامنية والكلام ده. التقرار الامنية وما الامنية. اه. ويهتم بالامن جدا. جدا يهتم بالامن. بس. والحقيقة تمش بالحق سهلا وبسيطة. غالبا برج الطور من الابراج اللي هو عايز يأكل ويشرب وينام وبس يعني الطور ما بيحتاجش عاجات كتيرة. يعني هو يعني الطور ده انت ممكن تشتريب سندودش شعور ما. باختصار يعني. ما بيعملش مشاكل كترة في الحياة. الا بقى والعياز وبالله. لو كان عنده زحل في الاسد والمريخ في الاسد فهده تبقى مصيبة سعودة. وده مش موجود هنا. وبالتالي ما نخافش من الطور. وبرضه ما نخافش من السرطان. احنا نخاف على السرطان بس. نخاف على السرطان. نا. وشكرا نا. هذا والله اعلم. اا. لو فينا صحيح تاني ممكن ابعقولها في فيديو يعني. لو اكتشفت شيء جديد او كده ابقوله. وبالمناسبة الايجابيات في العلاقة دي هتمشي بسبب اه بسبب ان هو الطور بيحب يأكل عيش. يعني انت فاهم مسلا. المريخ اللي عندها في الحمل عمل تثليف مع زهرة الاسد. هو زهرته في الاسد وهو وهي مريخة في الحمل. ادو الزهرة يا عام واد المريخ. ادو الزهرة في الاسد واد المريخ في الحمل بينهم خط اخضر. الخط الاخضر ده هو اللي بيعمل توائم او بيسموها اتحاد يعني بلاش اتحاد. ايه مش اتحاد. وفيه كلم متين اكتر من كده. مساندة ومعاونة ما بين الكواكب اللي هنا والكواكب اللي هنا. التثليف معناه ان الكوكبين في نفس المثلثة النارية والكواكب النارية بتدعم بعضها بعضها. ايه? الكواكب الهوائية تدعم بعضها بعضها. الكواكب الترابية تدعم بعضها بعضها. الكواكب المائية تدعم بعضها بعضها. الكواكب المائية تدعم بعضها بعضها وهكذا. بس دي والاول مرة ممكن احلها الخريطة التوافقية. ما بين شابين نسة في البداية. موريد اربعة وتسعين. يعني اربعة وتسعين ده يع يعني معناته محتاج 2034 ولا مش عارف 24 عشان تكمل 30 سنة يعني نست في البداية الحياة وده احنا بنقول يا مساهل الحال ولا يغفر لنا الرب وبس وشكرا الاتصال ده فيه فيه كلام كتير في الخريطة تانا ما قلتوش بس لكن ده كويس يعني بشكل عام الامور ماشية لو نعرف ساعات الولادة ممكن نطلع معلومات اكتر كتير نعرف نطلع معلومات اكتر دكة ده تحليل عام او تحليل كده يعني شمولي لانه ما عندناش بعينات دكيكة لو عندنا بعينات دكيكة هنطلع معلومات دكيك وشكر وما تنساش تعمل لايك وتنزل تشتن في التعليقات والى لقاء اخر في الحلقة القادمة